اشتركوا في القناة العالم يبكي الطفلة هند رجل ويلا بينا نعرف كل التفاصيل رفح الفلسطينية تصدر اسم المدينة الفلسطينية الملاصقة للحدود المصرية الترند خلال الايام اللي فاتت على كل محركات البحث ويه مواقع تواصل الاجتماعي لدرجة ان البحث عنها خلال اسبوع الاخير تجاوز الميت الف بحث وده طبعا بعد تهديدات جيش الاحتلال باجتياح المدينة الحدودية اللي موجود فيها حاليا حوالي مليون وربعمائة الف نازح عملية الاكتياح البري المحتملة بتهدد المدينة بكرثة انسانية كبيرة بالاضافة طبعا لانها بتمثل الخطوة الحقيقية في المخطط السهيوني لتهجير الفلسطينيين خارج حدود فلسطين والحقيقة انه توطر الاوضاع اللي بيحصل حاليا كان سبب في انه اسم مدينة رفح الفلسطينية لتصدر الترند العالمين ومش بس في مصر بعد ما اتصدرت عنوين الاخبار العالمية كلها اميرة العسولي ده اسم الطبيبة الفلسطينية الشجاع اللي الفيديو بتاعها اتصدر الترند خلال الايام اللي فاتت واللي ظهرت فيه هي بتخاطر بحياتها وبتجري وسط اطلاق النار عشان تنقذ مصاب بنيران قوات الاحتلال دكتورة اميرة هي اصلا استشارية نساء وولادة وكانت بتشتغل في مجمع ناصر الطبي قبل ما تتقعد عن العمل ولكن النقص الحات في الاطباء وزيادة اعداد المصابين خلاها تكرر انها ترجع تاني عشان تساعد في عمليات العلاج كمتطوع ضمن الطاقم الطبي الموجود في مجمع ناصر الطبي دكتورة اميرة أصفها الناس على السوشيال ميديا بانها سوبر هيرو وده طبعا بسبب موقفها الشجاع جدا وعدم خوفها من الموت انه استشاد واحد تحت شباكة ونزلت تحت الاساسة ساعده لقيت الدكتور محمد ابوليخيا جاي برضو انه هو يساعده ويطلعه وطلعنا مع بعضه وودينا للأسف اكتشفنا انه هو استشاد وعرف انه كان الكفترة يعني انكم بتحاولوا انه تطلعوه بس عشان كواد كابتر خايفين من قصة هيك سبحان الله ربنا نزع الخوف من أرجي اذا بحس ان في حدا محتاج اي مساعدة مش رح افكر في ثانية في نفسي حافكر في اني منقذ الناس ناصر اللي قنصت الشاب اللي كان تحته قنصت انه وجهت مباشر مباشر مش كواد كابتر هذا قنص مباشر تجاه مبارك واتجاه المجمع ناصر وربي سطر علي وبدل ما انها تجيني رصاصة اجد في الشهيد اللي والله حضرته وسميته بقول ينطقش فيها اسم الطفلة الفلسطينية هند راجر شغل العالم كله خلال الايام الاخيرة وتصدر طبعا الترند وده بعد نداء الاستغافة اللي اطلقته الطفلة واللي كانت عالقة بين جثف عدد من افراد عائلتها وما كانش حد عارف يوصل لهم هند قبل ما يستشد اهلها في القصف حاولت تتصل بخدمة الاسعاف عشان ينجدوهم وكانت تستنجد بيهم عشان يلحقوهم بعد كده سمعنا صوت اطلاق نار كفيف جدا وانتهى الاتصال فضت هند واللي عمرها ست سنين محبوسة لمدة 12 يوم بحلهم مع جثف اقاربها واهلها في العربية اللي كانوا بيتحركوا بيها واللي ماتوا كلهم على الفور بمجرد تعرض السيارة للقصف في منطقة دوار المالية في تل الهوى جنوب غرب غزة خديني تعالي ازي ااخدك حبيبتي مطيب ما انا يا حبيبتي رح ازي ااخدك هلأ عمه من الهلال عماله عم بنصك عشان احنا نقدر نيجي ناخدك حواليك يسيدر برصاص اه خديني يا حبيبتي والله بدي ااخدت بس مش بيدي هلأ وبكده نكون خلصنا فقرة ترامز اف دي ويك ودلوقتي جي معادنا مع فقرة سكوب من اكتر الكلمات اللي بحث عنها المصريين على جوجل خلال الاسبوع اللي فات كانت سعر الدولار لدرجة انه البحث عنها في اليوم الواحد بيتجاوز لعشر تلاف مرة وطبعا الاهتمام الكبير بسعر الدولار جيب سبب ازمة ارتفاع الاسعار اللي بيعيشها السوق المصري حاليا وده طبعا بسبب جشع كتير من التجار اللي بيحاولوا انهما يحتكروا السلع وبعدين يرفعوا سعرها بحجة ان الدولار سعره غلي ولكن خلال الايام الاخيرة الدولة المصرية قامت بكتير من الدربات الامنية المهمة لكل التجار اللي بيحاولوا انهما يستغلوا الازم على حساب المواطن المصري وخصوصا تجار الدولار والدهب والسلع الغذائي وطبعا الدربات الامنية دي حيكون لها نتائج مهمة واجابية على الاسعار في السوق ولانه في اسئلة كتير قوي عند الناس كان مهم ان احنا نتناقش في الموضوع ده مع الاستاذ محمد رجب الخبير المصرفي وصاحب قناة المصرفي ازاي حضرتك يا فاندر الحمد لله تمامي مبارك الحمد لله كل كويس في البداية عايزين نعرف من حضرتك تأثير الدربات الامنية الاخيرة على سعر الدولار في السوق السوداء والمفروض انه حينزل يوصل لكام تقريب وفي الفترة الاخيرة طبعا كان في حملات امنية كبيرة على تجار السوق السوداء والناس اللي تتفع عمل في السوق الموازي او خارج القطاع المصرفي بمعنى اقطع وطبعا زي ما احنا عارفين ان الكلام ده مجرب من قانون من البنك المركزي فبالتالي كان في حملات امنية واسعة في الفترة الاخيرة وابتداءا من يوم الخميس اللي فات كان السعر الدولار في السوق السوداء وصل لمستويات كبيرة جدا وصل لمستويات 73 و 74 جنيه مع الدربات الامنية وكان فيه اضايا بحوالي يعني فيه يوم واحد لوحده وكان فيه 26 عملية ضبط لتجار السوق السوداء الحمدات الامنية الكبيرة دي كلها وصلت السعر انهما دلوقتي مع الاخبار اللي جات بالاستثمارات اللي تجيب في الفترة المقبلة كل ده وصلوا ل 53 و 52 جنيه يعني اكتر من 20 جنيه هبوط في سعر السوداء والسوداء المتوقع بناءا على المؤسسات العالمية كلها في الفترة الاخيرة كانت بتحدث على انهما يبقى ما بين مستوى ال 40 جنيه وال 45 جنيه على اقصى تقدير في الفترة القادمة بحيث انهما يكون تم القضاء على السوداء بشكل كبير طيب من ضمن الاسئلة اللي شغلت نايس برضو حاليا هي اسعار الدهب واللي ارتفعت بشكل مبالغ فيه جدا وفيه ناس خايفة انها تشتري وفيه ناس برضو عايزة تبيع خوفا من الانخفاض تنصح الطرفين به طبعا في الفترة الاخيرة كان فيه مبالغة في تسعيره جدا بداءا على انهما بيتم تسعيره على سعر السوداء وحيانا بيتخطاها كمان وبيروح ساحب معها السعر الموازي او السوق السوداء فكان كل نصاحي للناس في الفترة الاخيرة هو انت مبدئيا الاستثمار في الدهب يبقى ما بين 15 و 20% من اجمال المحفظة الاستثمارية بتاعتك وعلى مراحل مش مرة واحدة بحيث ان انت تقدر تعمل متوسطات سعرية للاسف فيه ناس في الفترة الحالية اشترت يمكن بنص فلوسها وفيه ناس اشترت بفلوسها كلها دهب فده بيعرضها ان هو للتركيز للمخاطر مع المبالغة في التسعير فابتدوا هيحققها هو تسعير في الفترة الحالية فبالنسبة للناس اللي هي عندها دهب من الفترة السابقة يبتدوا يحاولوا ان هما يقللوا حيازاتهم من الدهب الى الموجود لو هما داخلين على اساس المضاربة لو هو داخل على اساس ان هو استثمار من المتوسط الى طويل الاجل وده لانا بانصح فيه دايما للدهب يسيبوا مع الزمن قيمة الدهب مع السنوات بترتفع بس في الوقت الحالي ما يتوقعش ان هي ممكن تجيب له رفح او سعر اعلى من اللي هو موجود حالي لانه هو ابتدى يتراجع وتراجع تقريبا في خلال الثلاث يام الاخيرة دي لو كلمنا على جرام 24 من حوالي 4700 جنيه لحوالي 3700 جنيه يعني اكتر من 1000 جنيه مصرف جرام 24 وبالنسبة لجرام 21 بعدما كان وصل للمستويات الـ 400050 وصل دلوقتي عنه مستويات الـ 3800 فلو انت لو هو شاري على سعر اعلى من ده طبعا لا خلاص هو كده هيخسر لو بيع في الوقت الحالي فخلاص يعملوا استثمار من مطاوسة الى طويل الاجئة بالنسبة للناس اللي عايزة تشتري لا يتراجع شوية كده ويهدى لسه في مزيد من الانخفاض منتظر في الدهب في الفترة القادمة طيب يعني مثلا لو حد عنده دهب ومش بحتاج ان هو يبيعه دلوقتي سايبه كاستثمار ما يبيعش دلوقتي ويفضل معي بالزبط كده يسيبوا عشر او خمستاشر سنة عشرين سنة كل ما سبت الدهب فترات زمنية اطول كل ما كان العايد عليه والربح اللي جاي منه اكبر طيب عرفنا برضو انه تم القبض على بعض التجار اللي محتكرين سلع اساسية زي طبعا الزيت والرز وغيرها هل ده هيأثر على الاسعار الفترة اللي جاية ولا لا اه طبعا معظم الكميات اللي تم ضطها ابتدت تتباع حاليا بالسعر الرسمي في السوق بدل ما كان هم بيسعروها بقى اعلى من الموجود بقى فيه حملات امنية وحملات من وزارة التموين كمان بتنزل بيجبيروا التاجر ان هو يبيع المضبوطات اللي تم ضطها على السعر المرتفع ان هو يبيعها بالسعر الرسمي كان فيه اكتر من حالة في اخلال الايام السابقة بالاضافة طبعا ان هو الكميات اللي كانت بتخزنة دي بتعمل شح في السوق وبتخلي الاسعار اللي حواليها ترتفع فلان الكميات دي التتوفر بتهدي الاسعار وبتالي طيب فيه سؤال يمكن يكون بسيط بس الناس كتير بتسأل عليه في السوشال ميديا ازاي نعرف اصلا سعر الحاجة الاساسية هو المفروض ان مجلس الوزراء كان مطلع قرار ان يتم تضاعة السعر الرسمي للسلع على المنتج نفسه وان هو هيتم مراقبة الاسواق بالشكل ده فيه سلع كتير مكتوب عليها السعر الرسمي بتاعها لو لقيت ان التاجر بيقولك سعر غير المطبوع على العبوة لأ تعرف ان هو ده سعر احتكاري او سعر نبالغ فيه ما تشتريش بنا عند الرجل ده وشوف حد تاني يكون بيبيع بالسعر الرسمي طيب ولما بنلاقي ان السعر اغلى في مكان عن مكان ما نشتريش وخلاص ولا فيه مثلا جهة ممكن نبلغها طبعا يبلغ جهاز فمعية المستهلك او بزارة التموين في الارقام بتاعاتهم طبعا مقروفة يبلغ بحيث ان هو انقلل من عماية الاحتكار الموجودة في الوقت الحجي استاذ محمد رجب بشكر حضرتك جدا على المداخلة وبكده نكون خلصنا بفقرة سكوب ودلوتي جي معدنا مع فقرة السوشال لاب ودلوتي جي معدنا مع فقرة السوشال لاب ونجد مسلسله الجديد حق اعرب اللي هيتعرض في رمضان عشرين اربعة وعشرين عشان كده لقينا انه متابعينه على الانستجرام خمسة مليون اما هو في عام الفالو المية اربعة وستين اكاونت ونشر حوالي 1200 صورة وفيديو العواضي زي كل الفنانين بيهتم انه ينشر تفاصيل اي عمل فني ليه زي البوسترز وخصوصا الكواليس نشر اكتر من 200 صورة وفيديو عن اعماله الفنية زي مسلسل ضرب نار وفيلمه اللي لسه نازل جديد الاسكندراني احمد العواضي حريص جدا انه يشارك متابعينه وجمهوره بكل جديد في حياته وتفاصيل روتين يومه حتى وقيته اللي بيقضيها في الجيم نشر تقريبا اكتر من 20 فيديو وهو بيمارس رياضة الكيك بوكس من الانستجرام نروح للفيسبوك بيتابع العواضي 11 مليون متابعه وبيعمل فالو لخمسة بس واخر بوست نشره كواليس تصوير مسلسله جديد حق عرب في شارع المعايز وسط جمهوره وبكده نكون خلصنا فقرة السوشال لعب السوشال ميديا خليتنا نشوف في كل ديئة كم كبير جدا من الاخبار ومع كل الريفراش بنعملها بنلاقي عدد لا نهائي من الأحداث والأخبار والمعلومات ولكن مع الأسف مش كل الأخبار بيكون صحيحة وكمان مش كل صناعة المحتوى بيكون عندهم أمانة وقدرة حتى على نقل الخبر بشكل صحيح ولأننا في عصر اتسم بسرعة كبيرة جدا بأغلبنا عايز يعرف المعلومة بشكل مبسط وسريع في نفس الوقت وده اللي خلي كثير من صناعة المحتوى يقدموا المعلومات والأخبار في فيديو مدتها ديئة وبتكون معتمدة على مصادر طبعا موثوقة مش بس كده ده كمان عشان يوصل المعلومات الصحيحة للناس ويصححوا كمان الإشعاعات الكثير اللي بتنتشر بالضبط ازاي دفنا اللي بنوارنا النهاردة واللي قرر انه يعمل فيديو قصيرة معتمدة على مصادر موثوك منها جدا وهو عمر الحكيم صاحب بيج الكلام على ايه ازايك يا عمر؟ ازايك ايه الأخبار؟ اعمل ايه؟ الحمد لله اول حاجة هابتديها معاك السؤال المعتاد انه انت ليه دخلت السوشال ميديا؟ طيب هو سؤال جابته ممكن تطول يعني خد راحتك وعرفناك انا اصلا ما كانش ليه علاقة بالسوشال ميديا بس انا بحب الميديا عامة من زمان يعني من 10-15 سنة وانا بقعد اتفرج بقى على اليوتيوب بره وبيعملوا ايه؟ والكاميرات الخفية فانا يعني حابة بخش المجال ده وشايف انه مهم جدا ان الشخص يكون عنده بيج وبيكون عنده اوديونس وبيكلمه وبيوصل رسالة فكت حابة بخش عن طريق حاجة مشيت بقى انا اتخرجت اصلا من الجامعة الامريكية واتخرجت من ماركتنج واشتغلت في الادوية ومشيت مجال بقى طويل جدا اشتغلت في كذا حاجة وخلصت في الاخر ان انا جيت اتعرفت على واحد صاحبي اسمه عادي ردوان وعملنا مع بعض بلاتفورم اسمها كايرو تايم البلاتفورم دي كايرو؟ كايرو تايم هي دلوقتي الحمد لله واحدة من انجح البلاتفورم في مصر وهي بتقدم محتوى فكرته انه بيلخص المعلومة في 3 او 4 دقايق من ده انا اتعلمت كتير جدا في المدرسة بتاعت كايرو تايم اتعلمت كتير جدا وبعدين جت يعني بعد فترة بقى انا قرقت بقى كايرو تايم وبدأت افكر انا عايز اعمل حاجة لنفسي ومن هنا جت الفكرة بتاعت الكلام علي لانه لقيت ان الفترة اللي احنا فيها دي بقى فيه اخبار كتير جدا ناس كتيرة جدا بقى بتطلع كل واحد يمسك التليفون ويطلع يقول انا رأيه كذا وشايف كذا وهيحصل كذا فحبيت ان انا ابقى واضح وان انا اجيب المحتوى اللي هو موسوك منه عندي ناس بتشتغل بنعمل بندور على المعلومة بنجيب اساسها فين وبنجيب الحاجات اللي احنا متأكدين منها اللي مش متأكدين منه عادة بنستخدم كلام نوضح ان احنا دي معلومة مش متأكدين منها بس في الاغلب هو ده الاتجاه وبعدين بنقول المعلومة في دقيقة ودي كان الفكرة طب انت ليه اخترت للمعلومات العامة يعني انا عارفة ان انت لسه بتقول انه بقى في معلومات كتيرة وكل حاجة بس في معلومات كتيرة في كل حاجة في الدنيا ليه مخترتش مثلا حاجة عن الادوية او عن الماركتنج؟ انا بشتغل في ده بس اولا الادوية طبعا صعب جدا لان الدواء انا ماينفعش اطلع اقول معلومة لحد تأجيبه فينزل ياخد الدواء بنفسه او يشتريه بنفسه الدواء ده حاجة وحاجة يعني لازم الدكتور بنفسه هو اللي يكتب الرشدة فانا ماقدرش اسوق قوي او اتكلم عن حاجة زي كده الماركتنج عمتا هو تسويق فالتسويق انا ممكن اسوق نفسي انا ممكن اسوق اي منتج فانا بسوق القناة بتاعتي دلوقتي فالماركتنج انا كده كده بعتبر ان انا جوه جزء منه بالزبط لكن ان انا اتكلم عن تفاصيله انا محبتش قوي لانه ده حاجة تكنيكل جدا وحاجة انا يعني بعتبرها شغلي اكتر ما هو حاجة انا حابة بعرف الناس عن بتاع الماركتنج المعلومات انا اخترت الاتجاه ده لانه حسيت انه هو زي ما قلتلك انا حس انه فعلا فيه نقص في الماركت في الحتة دي فيه نقص في السوق انه حد يبقى واضح والناس بتاثق فيه وعارفين انه انا الراجل ده هخش هعرف منه المعلومة وهبقى واثق انه هيقولها لي بسرعة عشان انا الناس دلوقتي بقيت طبع يعني بعتبر الناس دلوقتي مسك التليفون كأنه مسدس هو قاعد حطت صباعه على الشاشة كده لو حس اللحظة ان انت مش بتفتي بتقول كلام مش صح او اي حاجة بيضربك طلقة يجيب اللي بعدك على طول فانا بقيت حس ان انا محتاج من اول ثاني يكون واضح وبقول الكلام زي ما هو وبقول الكلام اللي فعلا اللي قدامي عايز يسمعه ويفهم منه المعلومة ويبقى خلص كده الفيديو في ديئة او ديئة ونص يعني طيب عمرو انت عندك تيم او فريق بيشتغل معيك او انت بتشتغل واحدة لحد دلوقتي احنا فريق من ثلاثة انا ورايتر او كاتبة ومعي اديتر معي ايمان العوضي هي الرايتر وهي كانت اصلا في فريق وانا اقتنصتها يعني من الفريق واقناعتها انها تيجي تشتغل معي لانها فيها ميزة رهيبة هي اصلا كانت صحفية فطبعا دايما الحوار اللي داير بيني وبينها المعلومة دي مش اكيدة انا ما اقدرش اقول للمعلومة يا ستة طيب فدي بتفيدني جدا فكرة ان هي بتجيب لي المعلومة مؤكدة ومعها مصادر موصوق منه مية في مية وعارف ايه الفرق بين المصدر الموصوق منه والمصدر الموصوق مش موصوق منه ومعي طبعا محمد الشهابي محمد الشهابي دا اديتر اتعرفت عليه بطريقة زريفة جدا انا اول ما ابتديت خالص كان عندي مثلا تمانية فالور ولا حيه كده هو رح بعث لي قال لي انا معاك شوف انت هتعمل ايه وانا معاك فتواصلنا وبدأ بقى ابعت له الفيديو اقول له انا عايزه بالشكل ده وبالطريقة دي وكده خدنا مثلا اسبوعين ثلاثة وهو بقى دراعي لي مين انا ببعت له الفيديو هو بيخلصه بيبعته لي وشغالين بقى مع بعض كده بنفسي لما بيبقى هو مشغول هو لسه للأسف طالب فبس هو داخل الموضوع ده بيحبه جدا وشاطر فيه جدا فانا يعني ساعات بقى بقى دت بنفسي جبت جهاز كمبيوتر حطه عندي وبشتغل عليه لما الوقت بيزنق معنا احنا الاتنين بالزبط حتى الكتابة ساعات ايمان بتبقى مشغولة جدا او بيبقى موضوع انا بقى ده موضوع انا سيبولي انا عارفة هتصرف فيه ازاي يعني بتشتغل عليه بالزبط طيب فيه اخبار كتيرة جدا بتحصل تقريبا يوميا بتختار ازاي الخبر اللي انت هتتكلم عنه اوكي ده سؤال سؤال مهم واجابته ممكن تبقى طيب دلوقتي زي ما انت قلتي الاخبار بقت كتير والواحد بقى محتاج حتى يعني انا فيه اخبار ببقى الخبر ده حس انه خلاص كل الناس على ما بفتح بس كده بلاقي كل الناس كلمت عنه خصوصا لو تحاول لترند بالزبط وبالذات يعني انا حتى ما بحاولش اخد الترند قوي علشان بحس انه خلاص انت جبتوا المعلومة من الف حد لو هتكلم على الترند بحاول اجيبه من زاوية مختلفة بحاول اقول فيه شوية رأيي بحاول احاول اوصل المعلومة من اتجاه ممكن ما يكونش الناس فكرت فيه وده المجهود اللي احنا بنحطه وبنتعب فيه فكرة ان انا اقول المعلومة بشكل الناس تفكر فيها بطريقة جديدة كنت في الاول رايح في اتجاه ان انا لأ انا هقولكو كل الاخبار وهزحى الساعة 8 الصبح على بالليل انا معاكو اي خبر هينزل بعد كده لقيت انه لأ انا افضل ان انا روح في الاتجاه بتاعنا انا هقولك الخبر اللي اقولولك هيبقى مختلف وهيبقى بشكل انترستنج وهيبقى خبر مهم جدا انك تعرفه يعني زي ما بنتكلم على الزكاء الاصطناعي انا شايف ان ده اتجاه مهم جدا الناس تفهم فيه اكتر مثلا النصب اللي ممكن يحصل عن طريق الزكاء الاصطناعي ممكن نتكلم على فلسطين طبعا دي قضية بالنسبالي يعني مهمة جدا واتكلمنا فيها ومهما نتكلمنا فيها الموضوع بيبقى دايما في انجلز الناس ما اتكلمتش عليها وفي حاجات لسه الناس ما فكرتش فيها فبس هو ده الموضوع بيجيلي من الحتة دي ان انا ببقى الموضوع لازم يبقى بالنسبالي انا مهم الاول ولازم ابقى شايف ان انا هقوله بشكل مختلف بتعمل ايه يعني بتجيب مصادرك ازاي ده واحد اثنين بياخدك وقت قد ايه بتقرأ ايه بتقعد قد ايه تقرأ كم كتاب او كم معلومة او كم يعني بتجيب المعلومة نفسها ازاي اوكي الموضوع الاول لان هو اكيد ما بيكونش رأيك هو بيبقى مصدر موثوق منه بتجيب منه معلومات صح؟ بالزرط فاشرح لي بقى بيحصل ازاي الاول بنختار الموضوع يعني انا طبعا بصحة الصبح كلنا بنصحة الصبح بنشوف مواضيع يعني كل يوم بنلاقي مليون موضوع فيه اضايا كتير جدا وفيه حاجات كتير جدا والسوشال ميديا بتساعدني كمان ان انا ساعات اول ما بصحة الصبح بابتدي يلاقي الناس كتير قوي يعني بدأت تفتح المواضيع الجديدة اللي حصلة النهاردة بابتدي اختار من الحاجات دي اللي انا شايف انه ده موضوع ممكن انا اتكلم فيه بشكل مختلف اول ما لاقي موضوع كده حس انه لا هنا الناس ما تكلمتش عن النقطة دي زاوية مختلف بالزبط عبتدي بقى اكلم ايمان انت فان يا ايمان اصحيق لي كده ونبتدي مع بعض نحاول نشوف هنكتبه ازاي بابعت لها الموضوع هي تكتبه تبعتهولي نراجعه ما تبقى من اصعب الحاجات ان احنا نقصره بشكل ان هو يتقل في دقيقة لان ساعات بتبقى المعلومة انا عايزة طول واتكلم فيها كتير لكن انا عايزة تقصرها انها تبقى في دقيقة فده بتبقى رايح ان المعلومة دي ممكن نشيل خاص دي تقلت كتير قوي ده ناس تكلمت عليها كتير وبعدين بنلاقي بقى الطوبيك في الاخر مكتوب الموضوع نفس المكتوب طيب عمرك في حياتك حطيت حاجة وحد جي صلحها لك من الاوجيونس بتوعك او من الناس اللي متابعك كل يوم كل يوم بيصلحو لك مش بيصلحوا حاجات ساعات بتبقى ساعات يعني لازم الناس هتصلح ودي مشكلة انا اعتقد انها من اكتر الحاجات اللي ممكن تأثر على اي حد طالع يعمل على السوشيال ميديا انه مثلا الفيديو ممكن يتشاف سبع تمانية مليون مرة ويجي لك مثلا الفين كومنت وبعدين يجي لك مثلا عشرة كومنتات بيقولك انت بتقول معلومة غلط انت راجل كده كده تمسك بقى انت العشرة دول وتحس ان العالم بيمتهي لازم اشوف العشرة دول بيقولوا ايه وكده فالحمد الله انا عشان ايمان بتشتغل بجدية في الحتة دي فييوجولي بتبقى المعلومة عبارة عن فهم خاطئ من اللي قدامي او مني انا بتبقى مثلا قلت لهجة غلط مثلا بقول اسم حد قلته بدل ما قوله حاجات زي كده لكن مجاش الحمد لله يعني ما بنتكلمش في ارقام غلط او اماكن غلط او اسامي حاجات غلط كده بس لهجة حاجات زي كده تشايف ان صورة انتشار الاخبار ده بيكون ميزة ولا عيب يعني طبعا هو ممكن يكون ميزة وعيد الميزة ان هو الناس بتعرف بسرعة والناس بتبقى عندها المعلومة بسرعة بس العيب ان هي بتعمل بانيك رهيب وبتخلي ناس تتوتر وتقلق وساعات بيبقى الرياكشن مثلا الايام دي احنا بنتكلم على العملة وسعر الدولار وتلاقي الناس على طول بتتخد وكده فلا مش حلو انا احس ان زمان كانت المعلومة بتيجي من شخص موصوخ فيه وخلاص ودلوقتي بقى كتير قوي اللي بيقولهم معلومة وبسرعة جدا فالناس بتتخد بسرعة طيب انا هتكلم مثلا بطريقة مبسطة اكتر لو انا فتحت السوشال ميديا وشفت خبر ازاي انا كواحدة بس مسكل موبايل بتاعها تعرف الخبر ده صح ولا غلط اول حاجة الريسوش انجين عندك جوجل وعندك مليون حاجة تقدر تدور على المعلومة بنفسك تاني حاجة مع الزامن اللي حديك لسه السؤال اللي قبله بنقول الناس بقت كتير قوي بتقول المعلومة فانت بس لو مشيت خمس ست فيديوهات كمان هتلاقي ثلاثة اربعة بيتكلمه في نفس الموضوع وكل واحد جايبه من زاوية مختلفة انا شايف ان دور المشاهد دلوقتي انه هو يصبر على ما يكون رأيه مش مع اول حد بيقولك المعلومة مش مع تاني مع تاني بيعمل شير لكل حد يعرفه فكون بالزبط انت بتشوف الفيديو بتروح اعمل شير وساعات الناس تعمل شير من نص الفيديو يعني هو خلاص في النص الفيديو بدأ حصله لحالة القلق دي روح بباعة الفيديو لحد كان واخد قرار في حاجة زي كده فانا شايف انه لا طبعا فكرة ان انت تصبر يعني الناس كتير قوي بتقولي ما انت انت بتعمله ده الف واحد بيعمله ايه اللي دخلك اللي دخلني ان انا مصدر تاني بيأكد المعلومة اللي قالها الاولاني وباللي بيقولها اللي بعدية فاحنا ثلاثة اربعة بنقولك نفس المعلومة وثلاثة اربعة انت واصخ فيهم ان المعلومة دي صاح طيب المشكلة ان الزكاء الاصطناعي طبعا دخل في حياتنا بطريقة مرعبة يعني مثلا من كام يوم احنا شفنا رئيس الامريكي بايدن وهم ملبسينه البدلة العسكرية وطلع اشياء عفصانية انه ده اعلان للحرب طيب احنا ازاي نميز احنا مبقناش نعرف ايه الحقيقي من اللي مش حقيقي للأسف 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 دلوقتي الناس اللي زي اكتر ناس بتقلق لانه الزكاء الاصطناعي بقى ممكن اخدك انت شخصيا كده واخليكي تقولي نفس البرنامج بنفس الساتب وخليكي تقولي لغة تانية كلام تانية اعمل اللي انا عايزه طبعا فللأسف نعرف نبايز ازاي في حل الموضوع ده ولا طبعا انا مش مختص قوي بس ليها طبعا يعني ليها مختصين بقدروا يمسكوا الفيديو ويحددوه بتاع لكن اللي اقدر اقوله هو التنبيه انا دوري هو ده انا لما بيطلع مثلا يعني انا الفيديوهات الاخيرة مع ان ممكن ما يكونش ده بيجيبلي فيوز كتيرة زي فيديوهات تانية ومعلومات تانية لكن انا بتكلم عن زكاية الاصطناعية فيديوهات كتيرة جدا على خطورتها وعلى خلي بالكم من ايه وبيحصل كوارث منها فانا دوري دلوقتي هو التوعية لان مش كل حاجة تتقلك تصغ فيها حتى لو اخوك يعني انا رسه عامل فيديو من فترة عن واحد مهم جدا شخصية مهمة جدا في امريكا تنصب عليه من ابنه اتصل بيه قال له انا في حدثة ابعتلي حالة ومش عارف ايه وراح قفل السكة وادى له الاكاونت فالراجل رايح يحول الفلوس بالصوت فابنه كلمه فده يعني دلوقتي احنا وصلنا انه ابنه بيكلمه بصوته بكل حاجة لدرجة ان الناس بدأت تتفق مع بعض ان فيه كلمة سر انا بيني وبينك عارفينها عشان لو شفتك بتقول حاجة اسألك الاول على الكلمة السر اتأكد ان انت وانا مش انت حلوة الفكرة زي مستخدمها ده هذا الموضوع بقى مرعب بالصراح مرعب، personnage belum طيب عمري shape ايه اكتر الموضعات او الاخبار اللي بيهتم بيها الناس على الانрон من الحاجات طبعا انت بتقدم طبعا اكتر حاجة الناس مهتم بيها هي القضية الفلسطينية حاليا ودي حاجة مش بس هم الناس مهتمين انا انا كمان مهتم انا بادور عالخبر قابليهم ودي شيء اتمنى ان احنا ان شاء الله التي نبقى الاخبار اللى جاية سعيدة من الحاجات اللي الناس بتهتم بيها طبعاً الحاجات الغريبة يعني قضية غريبة حصلت شخص بيعمل حاجة يعني أول فيديو يمكن من أوائل فيديو اللي عملتها عن واحد راجل بيلزق الكنز بتاعت البيبسي على دماغه ويسيبها ما تقعش ويمسكها كده يرميها بجلده فعنده حاجة في جلده كده بتخلي الكنز دي تلزق في جلده فدي كت حاجة الناس مستغربوها يعني ايه واحد يلزق الكنز في جلده ويكسب جيزة وبتاعمل فلوس من كلامنا فالفيديوهات الغريبة الحاجات القصص اللي الناس بتخد الناس دي بتبقى ساعات ترندي يعني طيب عمر ازاي حد نفسه ان هو يدخل السوشال ميديا ويقدم محتوى وينجح او ينطلق من فين أوكي طبعاً السوشال ميديا عالم مرعب بالنسبة لأي حد ما دخلش السوشال ميديا بيبا دايماً عنده حتة الثقة في النفس وان هو يعني هاواجه الناس ازاي أنا دلوقتي صاحبي هيتريقوا علي الحاجات دي كلها فأنا شايف انه ودي انا وجهتها شخصياً انا من عشر سنين وأنا نفسي اعمل حاجة وكل ما اطلع قدام الكاميرا قول لا بلاش وارجع الورا وافكر في فكرة وعملت content على الالكترونيكس وعملت content على عملت برنامج زمان كان اسمه هو في كده وكنت بروح اماكن غريبة ووريها للناس وكده لو كنت أصور وقادت وطلع الحلقة وبعدين أوريها الواحد صاحبي يقول لي إيه عم أنت مش عاف إيه أروح أقفل برنامج وضرب الفكرة فأنا في اعتقادي أول حاجة هي أنك تبقى عارف أن السوشال ميديا دي عالم مفتوح وممكن تخش تعمل اللي أنت عايزه فيه وممكن تعمل أي كونتنت أنت نفسك فيه بس كل الفكرة ببنية على أنك تصمم على اللي أنت عايز تعمله أن أنت تخش تحط الكنتنت وتعمله أنا لما جيت أعمل الكلام على إيه كان عندي كل الحاجات اللي ممكن تخليني أعمل شريكي إحنا أصلا عاملين شركة سوشال ميديا وعندنا برامج وقدر أصور وقدر أعمل كل حاجة وبرده مش قادر يعني شوف وصلت لكل حاجة وبرده مش عايز أخش على السوشال ميديا بغاية لما هو قال لي بص أنت حتصور أقف قدام الكاميرا ورح ماسك وزبط لي الدنيا أدى لك البوش بقى زي مفيش أسبوعين بقى يكلمني يقول لي كنت ببعت له طبعا كل حاجة وسأله في كل حاجة في الأول وكده هو شاطر قوي ومخرج شاطر جدا وكل حاجة فكنت بسأله في كل حاجة أسبوعين ما بقيتش ببعت له أي حاجة بقيت أنا من نفسي بجرب حاجات جديدة وبقيت هو زيعل نفسه حتى قال لي أنت عام أول معرفة طريقك نحط انطلقت ففعلا أنا مقتنع أن أنت لو انطلقت مش هتطعف بس انطلق وما تخافش وجرب وأي كونتين جي على بيالك حتى لو شفت عشرين واحد عاملوا قبل كده اعملوا برضو أنا اللي أنا بعمله مش جديد فكرة المعلومة وأن أنا أطلع أتكلم مع الناس وقلهم معلومة ناس كتير قوي بتعملوا ويمكن أنا واحدة من الناس اللي بحبها جدا مثلا واحدة زي فرح الكردي في مصر عملت ده من زمان وانطلقت انطلاقة قوية جدا وكنت حاسة أنه خلاص بقى هيعملت ده هنكرره تاني ليه لكن لما عملناه وطلع خد جمهوره ورح في حتته ونجح الحمد لله بالشكل بتاعه فمش شايف أن فيه أي حد ممكن يقول أنه أنا خلاص بقى رحت علي هي الجرأة والثقة في النفس واطلع ملكش دعوة هتنجح إن شاء الله إن شاء الله عمر الحكيم صاحب بيج الكلام على إيه بشكرك جدا على وجودك معي النهاردة تانكيو وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة ونشوفكم الأسبوع الجاي في نفس المعادة إن شاء الله باي باي اشتركوا في القناة